تزامنا مع احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية نظمت المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي مهرجانا وطنيا تحت عنوان خيرات بلادي بالتعاون مع كل من مجموعة بنك البحرين للتنمية ووكالة الزراعة والثروة البحرية التابعة لوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في سوق المزارعين الدائم بهورة عالي وبمشاركة العديد من المزارعين البحرينيين والمصانع والشركات الخاصة وأصحاب المشاريع الصغيرة وعدد من رواد الأعمال والهوات والأسر المنتجة وقد أعربت سعادة الشيخ مرام بن عيسى الخليفة الأمين العام للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي عن سعادتها بهذا المهرجان الوطني وبمشاركة مختلف المشاريع الوطنية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة وبإبداع الأياد البحرينية الشابة في إبراز منتجاتهم البحرينية ذات الجودة العالية في مختلف المجالات مضيفة أن الهدف من هذا المهرجان هو دعم وتشجيع صناعات المحلية والمنتجات الوطنية وجذب الزوار إلى مقر سوق المزارعين الدائم بهورة عالي من جانبه قال الشيخ هشام بن محمد الخليفة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة البحرين لتنمية الصناعات الناشئة التابعة لمجموعة بنك البحرين للتنمية إن أهمية تنظيم مهرجان خيرات بلادي بسوق المزارعين بهورة عالي تأتي انطلاقا من تنظيمه في فترة الأعياد الوطنية لمملكة البحرين مع ما يعكسه ذلك من تحفيز ودعم للمنتجات الزراعية البحرينية بشكل خاص والمنتجات المحلية الأخرى إضافة إلى التفاعل الإيجابي مع هذه المناسبة الوطنية من خلال عرض المنتجات البحرينية وإبراز دور وجهود المزارع البحريني في هذا المجال وكذلك رواد الأعمال في مختلف الأنشطة والمجالات التجارية فضلا عن تعزيز وتطوير الجهود والمبادرات ذات العلاقة مع الجهات المشاركة في تنظيم هذه الفعالية الوطنية ترجمة نانسي قنقر